السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم طلابي في جميع محافظات مصر ازايكم سنة ستة ان شاء الله النهاردة هنبدأ اول دروس الجغرافية واول درس عندنا البيئات المصرية واول حاجة لازم نعرفها يعني كلمة البيئة البيئة سنة ستة هو المكان الذي نعيش فيه وكلمة نعيش فيه يقصد بها الانسان او الحيوان او النبات يبقى كده عرفنا تعريف البيئة الجزء الاول المكان الذي نعيش فيه ويدم يعني يضم يوجد مظاهر طبيعية ومظاهر حضرية انت تقدر تطلع معايا من الصورة دي يعني ايه مظاهر طبيعية ومظاهر حضرية واحنا نقدر نطلع المظاهر الطبيعية والمظاهر الحضرية فقر معايا كده الانسان ده بيعمل ايه بيزرع بيزرع على طربة طب التربة كده طبيعي ولا بشري اكيد انا سمعكو بتقوله مظاهر طبيعية طب يا ترى الانسان بيمارس الجهد ده بيمارس شغلانا اسمها الزراعة يبقى كده مظاهر حضرية ونكمل بقى التعريف ويتوفر بها مقاومات الحياة طيب كده نسأل نفسنا سنة ستة تقدر تعيش من غير اكل اكيد مستحيل تقدر تعيش من غير شرب اكيد مستحيل يبقى كده مقاومات الحياة المأكل والمشرب والملبس والمسكن يلا نقول بقى تعريف البيئة هو المكان الذي نعيش فيه ويضم مظاهر طبعية ومظاهر حضرية بنقصين بشرية ويتوفر بها مقاومات الحياة مأكل مشرب ملبس مسكن وتؤثر فيه وتتأثر به يعني كلمة دي هل احنا اثرنا في البيئة طبعا احنا حولناها لارض زراعية زرعنا اتأثرنا بالبيئة اكيد اتأثرنا بالبيئة لو احنا دلوقتي لابسين خفيف عشان الجو حر ولو لابسين تقيل عشان الجو بارد يلا نجيب وراء وقلم ونكتب مع بعض تعريف البيئة عشان نحفظها من اول مرة تعريفها اخر مرة هنقولها المكان الذي نعيش فيه ويضم مظاهر طبعية ومظاهر حضرية ويتوفر بها مقاومات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتؤثر فيه وتتأثر به ولو جيت سألتكم البيئة الزراعية موجودة فين هتفكر معي على الخريطة موجودة في الوادي عند نهر النيل والدلتا ومنخفض اسمه منخفض الفيوم ودخد نفسنا رابعة وخمسة وموجود طبعا البيئة الزراعية في حتة اسمها الواحد عشان موجودة طبعا مية اسمها مية البير ومية العيون اللي هي المياه الجوفية طب تعالوا نفكر مع بعض دي كده اول بيئة اسمها البيئة الزراعية يطرى في بيئة تانية اكيد احنا لو بصينا على مساحة مصر هنلاقي ان مساحة مصر 96% منها صحراء يعني في صحراء شرقية وصحراء غربية وشبه جزيرة سيناء لو انت شلت البحرين هتلاقي ان مصر كلها عبارة عن اللون الاصفر يعني الصحراء يبقى دي البيئة التانية بيئة صحراوية بيئة رقم 3 البيئة الساحلية اللي هي البحر المتوسط والبحر الاحمر واخر بيئة هنتكلم عنها هي البيئة الصناعية ودي منتشرة في معظم محافظات مصر اكيد اي محافظة لازم تلاقي مصنع اغذية مصنع ملابس ودي طبعا بيئة اسمها البيئة الصناعية يلا كده انتو شايفين عندي كم بيئة السؤال دا ليك على طول هتقول عندي اربع بيئات بيئة زراعية بيئة صحراوية بيئة ساحلية وبيئة صناعية هنتكلم دلوقتي عن خصائص البيئات المصرية وتتميز البيئات المصرية بعدة مميزات كلمة خصائص يعني ميزة التنوع التكامل التداخل افتكيرها بحرف الته تنوع تكامل تداخل هنبدأ بأول حاجة التنوع هنسأل نفسنا سؤال هل بيئة مصر متنوعة اكيد يا مستر انا عندي بيئة زراعية وبيئة صناعية وبيئة ساحلية وبيئة صحراوية طب هنا هنجي السؤال اللي بنسمعه كل سنة بما تفسر يعني ليه اسباب تنوع البيئات المصرية لو احنا كده ركزنا شوية مساحة مصر هنعرفها النهاردة سنة ستة تزيد عن مليون كيلو متر مربع تعالى نتخيل كده ان مساحاتنا زي قطر او البحرين مساحة صغيرة هينفع المساحة الصغيرة دي تلم البيئات دي كلها اكيد مستحيل يبقى اول سبب لتنوع مساحة مصر متسعة بتزيد قليلا عن مليون كيلو متر مربع رقم اتنين جينا سألنا نفسنا يا طرع عندي جبل قالك لا دا عندي جبل كتير عندي هضبة هضاب عندي بحر لا بحرين وطبعا عندي اطول نهر في العالم نهر النيل هنا احنا شايفين ان في تنوع في مظاهر السطح وسطح الارض يعني شكل الارض ومدام في تنوع في مظاهر السطح يبقى البيئات بتاعتنا متنوعة ولا متدخلة انا سامعكم بتقوله متنوعة يعني لها كذا شكل الاجابة التالتة في اسباب تنوع البيئات المصرية تنوع الموارد الطبعية نعم ربنا لا تعد ولا تحصى نعمه كتير جدا المعادن متنوعة حديد ودهب ومنجنيز وكل ده هنتكلم عنه في المنهج مصادر الطاقة متنوعة فحمه بترول وغاز طبيعي النعم اللي ربنا ادهلنا كتير جدا وخلت تنوع فيها يؤدي الى تنوع البيئات المصرية يبقى كده الطالب الشاطر يحفظ ثلاث اجابات في السؤال ده اسباب تنوع البيئات المصرية اتساع مساحة مصر التي تزيد عن مليون كيلو متر مربع اتنين تنوع مظاهر السطح وتلاتة تنوع الموارد الطبعية تبلوجي السؤال ما النتائج المترتبة لازم نعرف النماء النتائج معناها ايه اللي هيحصل اللي يحصل لما بقى مصر متنوعة فيها زراعة وصناعة وصحرة طبعا بنطلع منها المعادن وبقى ساحلية بنطلع منها اسماك واملاح واصداف ولقلق وطبعا سروا مائية كبيرة جدا النتيجة الاولى تنوع السروات الطبعية لسه بنقول ان فيه البحر فيه اسماك وفي الصحرة فيها معادن وكل ده من صنع الله سبحانه وتعالى يبقى تنوع السروات الطبعية طبعا دلوقتي عندي سروة كتير يبقى عندي انتاج اكتر تنوع الانتاج الاقتصادي هيبقى عندي طبعا انتاج من الزراعة وانتاج من الصناعة وانتاج من البيئة الساحلية يبقى النتيجة اللي هتحصل على تنوع البيئات المصرية تنوع السروات الطبعية وتنوع الانتاج الاقتصادي هنتكلم عن الميزة التانية في البيئات المصرية وهي التكامل تتكامل البيئات المصرية مع بعضها بما تفسر ليه البيئات المصرية بتكمل بعضها بسؤال بسيط جدا هنجاوب عليه لو انت فكرت تجيب منتجات حيوانية او محاصيل زراعية اكيد هتروح لاني بيئة البيئة الزراعية لو انت عايز تجيب عربيات ولبس هتروح لاني بيئة البيئة الصناعية لو احنا عايزين نجيب سمك واملاح هتروح لقاني بيئة البيئة الساحلية وده اللي عايزة اوصله لك كل بيئة تمد يعني تمد تعطي البيئات الاخرى بما تحتاجه من منتجات زي ما قولك كده انت في امتحان ونقصك حاجة هتاخدها من زميلك اكيد وهنا برضك البيئات المصرية بتكمل بعضها حتى اسمها تكامل يبقى هنا لو جلنا السؤال ده بما تفسر تكامل البيئات المصرية هنقول لان كل بيئة تمد البيئات الاخرى بما تحتاجه من منتجات البيئة الزراعية محاصيل زراعية البيئة الصناعية صناعات مختلفة البيئة الساحلية صاروات مائية والبيئة الصحراوية معادن زي الحديد واخر حاجة هنتكلم عنها التداخل لو بصنا للصورة دي هنقدر نفهم يعني التداخل انا شايف مصنع حوالين زرع يا مستر البيئة الصناعية ممكن نلاقيها داخل البيئة الزراعية اكيد طبعا مفيش صور ما بينهم يبقى مفيش فاصل ما بينهم فده اسمه التداخل بيئة صناعية داخل بيئة زراعية تب نشوف الرسمة التانية انا شايف زرع في صحراء هل في صور لا ده متداخلين يبقى لو جي سؤال تتميز البيئات المصرية بالتداخل بسبب عدم وجود حدود فاصلة لكن التنوع بسبب اتساع مساحة مصر لكن التكاؤل لان كل بيئة تمد البيئات الاخرى بما تحتاجه ده كان الدرس الاول منهج بسيط جدا وسهل هسيب لكو تدريبات الكتاب المدرسي وهسيبكو تحلوها ولو قدرتنا نحل الاسئلة دي لوحدنا يبقى احنا فهمنا اول درس وان شاء الله هنكمل باقي الدروس في قناة يالله نتعلم دراسات معاكم مستر وسامة محمود بالتوفيق لجميع طلابي في جميع محافظات مصر ما ننساش نعمل اشتراك للقناة ونبعط لصحابنا عشان ان كل يستفاد واي سؤال يقف معنا يبعطلي في التعليق وان شاء الله هرد على اسئلتكم